موسيقى وكما أسلفت قبل لحظات في العنوين عملية سحب الدفع الثالثة من الدعم تستمر المعنيون هم أرباب الأسر مما يشغلون في القطاع الغير المهيكل تأثرت مداخلهم بسبب الحجر الصحي من الرباط نموذجنا معك ناديا أحتى هي المرة الثالثة التي تستفيد منها هذه السيدة من الدعم المالي دعم جاء في وقته المناسب تقول فعيد الأضحى على الأبواب إلى جانب العديد من المتطلبات الأخرى خلدينا المرة الأولى ومرة الثانية هذه المرة الثالثة هو أصغاد نديره جاءت في المناسبة كان شرور من هذا الدواء كان أخذ بها حاجة وربي كبير صنادي أداء الدفعة الثالثة من الدعم الاسثنائي المقدم للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل شرع في سحبها السبت الماضي وتتم بنفس المراحل التي تمت بها سابقاتها حالة إلى واحد المواطن لا يمكن أن يسحب المبلغ المالي من الشباقات الماتيكية يمكن أن نواكبه ونساعده ونحن أعطى ذلك المبلغ دياله يعني في جميع الأحوال التي سافد يعني سألقى تعدرعي الأمر في الشباق الأوتوماتيكي وبلغ عدد المستفيدين من الدعم خمسة ملايين ومئة ألف شخص منهم من استفاد ومنهم من سيستفيد خلال الأيام المقبلة مراكش لا تزال مدرجة ضمن المنطقة الثانية ونحن في ثالث مراحل تخفيث من مخطط الحجر الصحية مرحلة تؤطر هنا جملة قرارات من بينها توسيع الطاقة الاستعابية في المطاعم كما المقاهية مقاهي مراكش سمح لها اليوم بأن تستغل خمسة وسبعين في المئة من طاقتها إلى أربع نقاط انتقل سباح اليوم لحسن هبان وعادي البسكري ماذا تغير؟ أصدرت الدولة قرارا بتوسيع الطاقة الاستعابية لبعض الأنشطات الاقتصادية للحد من الاثار الاجتماعيات والاقتصادية لأزمة تفشي فيروس الكورونا عاد المستخدمون إلى وظائفهم في هذا المقهى مشهد مختلف بعد أن سمحت السلطات بالمرور إلى المرحلة الثالثة من تخفيف إجراءات حالة الطوارئ الصحية الفرق هو الإلغاء التوقيس الإغلاق هو الوحيد لتيبان ليه بالنسبة للقطاع بالنسبة للقطاع ديانا التوقيس الإغلاق هو اللي يمتغيب ما زال يعني الناس ما يمكنش تسافر على براء هذا هو الطوعي لا بالنسبة للإقبال باقي الناس متخوفة معالم هذه الأمكنات غيرت حتى تتلاءم مع إجراءة السلامة الصحية يتم تنظيم الزبناء خاصة في فترة المساء التي يشتد فيها الإقبال على مثل هذه الفضاءات الصورة التي تسوقت المغرب بالنسبة للدول والعالم صورة حضارية وصورة يعني بكل صراحة غير زال المرضود نساء الله بالكثير ولكن ما سيب في هذا الوقت يعني كان الناس متو قد ينصبروا حسن نصبروا الحمد لله خصنا المدام قائدة بلاد خلق يعني دحق بالاقتصاد صحة المواطنين وكانوا في المستوى نعودوا نزيدون صبر صوية يكون خيام صح الله العيد راكين نحتفلوا بالعيد مكيش مشكين نحتفلوا ولكن نديروا الواجب احتياط الواجب 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 نهار العيد غايدوز ولكن نحاولوا كما قالوا اللولين اللي تخليني نخليها لأنه وراء الوباء مازال معنا ما منك تشوف الوفيات غدا بخمسة بثلاثة باربعار علي الله محمد رسول الله الناس يحطح يديروا اكتر اكتر من اللازم الحفاظ على صحة الناس وعلى ارواحهم وفي نفس الوقت اعادة العجلة الاقتصادية للدوران وحماية وصون الوظائف يفرض على كل فرد في المجتمع التحلي بمسؤوليته في هذه الظرفية الدقيقة المرور الى ثالث مراحل تخفيثي من مخطط الحجر السحي لا يعني بالمرة ان المعركة ضد الفيروس التاجي قد انتهت وهذا ما تؤكده الارقام الخاصة بالوضع الوبائية ببلادنا ارقام تظل مغلقة جدا في بعض الجهات كما الحال في جهة تنجة طوان الحسيمة 181 حالة سجلت امس في يوم واحد من اصل 326 اصابة جديدة وطنيا مقابل 211 حالة شفاء سجلت امس وثلاث حالات وفيات ضمنهم شاب في الخامسة والعشرين من عمره قد امس في فاس ارقام تجهل اصابات كوفيد 19 تجاوزت وطنيا 17562 حالة وعدد المتعافين انتقل الى 15132 حالة شفاء فيما وفيات كوفيد 19 انتقلت الى 276 حالة وفاة وهي معطيات سجلت بالامس وللوقوف عند الوضع الوبائية ببلادنا يحضر ضيفا معنا في فلاتو اظهيرا البروفيسور حسين بارو رئيس قسم الانعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي بن رشد هنا بالدار البيضاء اهلا بروفيسور انت العائد قبل اللحظات كنت في قسم الانعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي بن رشد الدار البيضاء كيف هي الوضعيات داخل قسم الانعاش هنا بمستشفى ابن رشد شكرا الحالة غانا قولك ما كتفرح شاي وما كتبعتش على الارتياح ان الحالات كيتزادوا كل نهار كيتزادوا الحالات الخطيرة كان هضر على الحالات الخطيرة اللي كيوصلوا الانعاش كل نهار كيتزادوا شحال ديها الحالات كينالان في الانعاش كان اكثر من عشرة الحالات الانعاش ديها البنوروش هاد نهار تصبح هادا جوها تصبح او لا كانوا كيتزادوا كل نهار كيجوش تلاتة كل نهار كيجوش تلاتة ديها الحالات خطيرة جداً كيوصلوا الانعاش منك نقول حالات خطيرة جداً واش كينفئة عمرية ام انه هاد الحالات الحرجة تشمل مختلف الفئات العمرية لا خطيرة جداً بالنسبة للحالة ديالو الحالة ديالو التنفس ديالو الحالة ديالو التنفس ديالو كين لا اغلبين نقوله ناس كبار سبعين في المئة ولكن كين ثلاثين في المئة كين ثلاثين في المئة صغار كينين وما عنده تمرض هذا هو هذه الخطيرة اللي قلت لك ما كنت سمعتش عن الارتياح نفهم من كلمكم خوفي سوغ أنه منيك تقول أنه الأعراض ما كتكونش بينه ممكن لقدر الله أنه الشخص يكون حامل للفيروس وما تبانش فيه الأعراض إلا في المرحلة المتطورة ووصل درجة الخطورة بشكل سريع تماماً يمكن ما يبانوش بالخصوص عند الصار عند ليجون يمكن ما يبانوش الأعراض في اللول تك تكون الحالة متقدمة وتقدم الحالة دياله كي يجي كيدخل الإنعاش كين اللي كي يجي في الدخلاء كنديره التنفس الثانعي لذلك شي كله فايت الحالة دياله هذا شي مكانش قبل عدو ولا مؤخرا؟ لا كان قبل كان قبل في اللول في مارس في مارس هذا كذكرنا مارس يعني أنا واكبت هذا الوباء هذا من مارس من أول مريض دخل الإنعاش نهار ثاني مارس إلى يومين هذا واكبت هذا كيفكرنا في مارس هذا الحالة كانوا كي يجوب حلاكة كي يجوب حلاكة ولكن مع المدة مع المدة تقلبنا وعرفنا كيفاش نواكبوا هاتش هذا كيفاش نتعاملوا بالخصوص مع معالبهم كين نغلبوا عليه وستطعنا وستطعنا أننا نتغلبوا وكين إجراءات جريئة وضوك اللي كنوه بها في هذا المنبرة هدا تخادت اللي جعلتنا استطعنا نتغلبوا على هاد الوباء وتغلبنا عليه نعطيك مؤشر تغلبنا عليه ومربحناش للمعركة تغلبنا عليه بتابعة الحال مربحناش للمعركة غنا نقول لك علاج تغلبنا عليه كيفاش نقول لك أرقام ميدانية ميدانية كنا وجدنا جزاف ديال المصالح باش نهد هذا المرضى جزاف ديال المصالح شنون نفهموا من هذا وش هناك هناك من يتحدث على أنه الفيروس بدك يتغير موتاسيون ديال الفيروس هناك من يتحدث أنه الفيروس ينتقل عبر الهواء شنو اللي يتغير؟ أنا ماشي متخصص في علم الأوباء باش نعطيك جواب علمي ولكن أنا أعطيك الجواب ديال ديال واحد الإنسان ديال الميدان ديال الميدان اللي عاشت شاداء من الأول من المارس من الثانية المارس إلى يومنا هذا بحال المارس بحال دابا ذاك الشي اللي دار فينا هذا الفيروس هذا في مارس راك يديرو فينا دابا اشنو الاذن بالنسبة ليه الفيروس هو هو ما تبدلش شنو اللي تبدل؟ احنا اللي تبدلنا بمعنى؟ بمعنى انه الكيفية باش كنا نتصرفوا مع هاد الفيروس هذا كباش كنا نتتعاملوا معاه تبدل مبقينا شرط ترخينا مع رفح الحجر الصحي ترخينا كباش كنا نعاملوا هاد الفيروس هذا كباش كنا نتجنبوه تسيطا ذاك شي كله لحناه وخرجنا وما ذاك شي كله نسيناه طب حتى أغلب علينا اذا باش نجاوب على السؤال ديالك الفيروس في نظري أنا هو هو ما تبدلش ولكن احنا اللي تبدلنا اذا المشكل ماشي في الفيروس المشكل فينا احنا وهذا في نفس الوقت يمكن يبعت عن الامل باش ما نكونو شايد بعت الامل علاش انه المشكلة في الحل في الدينة احنا ما شيف الفيروس في الدينة ايلا بغينا غادي نتغلبوا عليه حي تغلبنا عليه مشايل بسيطة جدا اللي تجعلنا نتغلبوا عليه دقصنا نراجعوا نفسنا ونعارفوا ان احنا مسؤولين مسؤولية فرضية كل واحد مسؤول فينا الدولة تكشل على هذا دارته ودارته تكثر من اكثر داك بقات المسؤولية دي المواطن صغير ولا كبير الله وراجل مسؤول على هذا ما هي حدود المسؤولية دينا يعني كاشخاص احنا فترة صيف الناس من بعد واحد مدة دي الحجر السحي كان واحد تراخيكة تقول خوف يصغوا وكلمسوا يعني في الشارع العام يعني كنشوف الناس يعني كنفتحوا المقاهي بنسبة مية في المية للفضاءات العامة بنادم بحل لي اعتبر انه المرحلة انتقلنا الى مرحلة جديدة يسمح فيها بتهور لانه كي يكون الكيمامة ولكن ما كدرش بطريقة صحيحة مسألة ديال التباعد جسدي ما بقيناش كاللحدوها حتى ذلك العادات اللي أسس لنا لهالفيروس في بدايتها بدناك نتخلى عليها شنو اللي خصنا نشدوا عليه ما فيها بس نعود ندخروه مرارا اولا اولا الحاجة اللولة خصنا نوعاو انه خطير ان هذا الفيروس خطير وفتك وقتل وكي يقتل خصنا نوعاو ونفهمه انه اي واحد يمكنه يتعادل ويمرك يكون مرض يكون صغر ولا كبير اي واحد نقولوش انه غير اخرين انا يمكن لنا مرض كي يكون واحد ما عنده فائد وشي واحد مرض كي يقولوش نعاوضك هذا فهنا فنجلسك المسئولية المسئولية فرضية خصني نوعا انه المشكل خطير خطير وخطير جدا ويمكن لي انا نعادي نعادي اللي قدامي نعادي اللي عزيز عليها نعادي امي نعادي ابا نعادي ولادين نعادي جيران نعادي اي واحد ممكن نعادي من اللي كنستعب هذه المسئولية هذه خصني نطبق الإجراءات جدا انا مكنيقولش الناس ما يخرجوش الناس نمشيوش للعطلة الا يخرج واني خصوا يدير الكمامة ويديرها مزيان كما قلتي خصوا يديرها مزيان بشي حافظ على الله اخر خصني خصٍ مديرش غزيت اممشي شغزين نباعد وخصني انضف يدي انا انا كنقول انضف يديها باللي كان ونعرف فين قنحطي يديها وش نترب بيديها مسائيل بسيطة جدا على الشيء اللي كانت فائل مسائل بسيطة جدا اللي يمكن لنا نتغلبوا على هاتشه هذا ونتفوتوه ونغلبوه عليه وغادي نغلبوه عليه إن شاء الله إلا بغينا إلا درنا يدفيد ورغادي نتغلبوه عليه معدل الإيمات الوطنيان 1.3% ومؤشر الحالات الحرجة مرتفع معطا متوقع في فترة صيف لا ماشي إلا بقينا على هذه الحالة إلا بقينا متهورين أنا أنا ما غيرت لأخر اللي غيرت مرض وبقينا في التخالط هذا غيرتفع إن هذا التخالط هذا بدون وقاية هو اللي غيرتفع بصيف ولا بلا صيف إذن شكرا لكم بروفيسور الحسين بارو رئيس قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي بنورشد على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا علي صدر اشتركوا في القناة وذهبا للمشادة اشتركوا في القناة وضعات